اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي ربما هناك سؤال يطرح نفسه عادة في تأسيس الدول في قيامها وفي نهضتها والكثير من الناس يطرحون هذا السؤال والكثير من الدراسات تناولته تناولت هذا السؤال في بحوث ودراسات كبيرة وكتب عديدة والسؤال يتعلق به أو فحواه هو كيف يمكن للدولة أن تكون قوية هل إذا ما كان لديها جيش قوي فهي قوية أم أن وجود هذا الجيش هو نتيجة وليس سبب بمعنى أن صار عندها جيش قوي لأن داخلها لأن هناك بناء تحتية أدت إلى وجود هذا الجيش القوي وأقصد هنا هناك تعليم جيد هناك خدمات جيدة هناك الصحة جيدة هناك اهتمام جيد هناك رفاهية هناك اعتناء بالمواطن هناك قانون هناك انضباط هناك بعود عن الفوضى هذا كل سياسات عاقلة سياسات عامة وسياسات اقتصادية سياسات تربوية سياسات تحليمية علمية هكذا وإنجازات وتنمية وبالتالي وجود جيش قوي يحمي كل هذه المنجزات أمر طبيعي وطبيعي جدا أما أن يتحدث البعض عن القوة وهو لا يملك كل هذه فهو في يعني في أقصى نقاط الضعف والعراق نموذج أسسوا جيشا وقالوا هذا الجيش الجديد ودربته أمريكا وجهز بأسلحة أمريكية ومعرف منه تدريبات وتسليح وقالوا أن هذا الجيش معرف شنو قوى أمنية واصباطع الجهاز أمني لكن هل العراق آمن هل العراق قوي أبدا Lydia السياسات العامة خطأ غير حقيقي لأن السياسات الاقتصادية خطأ وغير موجودة سياسات تربوية موجودة سياسات تعليمية موجودة سياسات صناعية موجودة تنموية موجودة خدمية موجودة كل شيء غير موجود فبالتالي وجود جيش وقوى أمنية مجرد ديكور لا يعني شيئا والكل يتغول علينا والكل يستطيع أن يأخذ مننا ما يشاء هذا واقع الحال ذلك العراق ضعيف منذ عشرين سنة لحد الآن العراق بلد ضعيف أتحدث كل هذا ونأتي على ذكره لأن الحديث الأول والأخير في هذه الأيام هو عن الدولار ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي الحقيقة ما كان الدولار يتحكم بهذه الطريقة والناس يعني في وجع كبير أو في خوف في انزعاج في عدم معرفة بما سيحصل يوم الغد هذا كل لأنه البلد ما بيه سياسات عامة ما بيه سياسات اقتصادية لو كان العراق بلد ينتج ويستخدم مواد الأولية في صناعته وفي زراعته ويستطيع أن يعتمد على الأقل بنسبة كبيرة على ما متوفر داخل بلاده لما كان تأثير الدولار كبيرا على السوق وعلى المواطن كثير من الدول كثير من الدول عانت بهذه القضية ارتفاع سعر الدولار كثير من الدول دول قوية ودول معروفة لكنها استطاعت لأنه لديها خطط تنموية لأنه لديها صناعة لأنه لديها أسواقها بضاعتها أغلبها من منتجات تلك الدولة ومن مواد أولية من تلك الدولة فلم يستطع الدولار أن يؤثر عليها كثيرا لكن في قضيتنا احنا في العراق الدولار سيؤثر كثيرا عندما يرتفع سعر الدولار بمضاربات الميليشيات وبشركاتها وبسياسات البنك المركزي الخاطئة وبسياسات الدولة العامة الخاطئة وحدها موجود سياسة اقتصادية المواطن من سيد فاعد ثمن لأنه ببساطة جدا كل البضايع التي في السوق العراقي أدوية خضروات بضايع صناعية بضايع خدمية كل خدمات كل شيء في العراق أنت تشتريه من الخارج لا تصنع شيئا وأنت تشتريه من الخارج بالدولار عندما يرتفع سعر الدولار مقابل عملتك أنت تضطر أن تشتري هذا بسعر عالي بالدولار وترفع سعره بعملتك بالدينار العراقي ومن يدفع لكي يشتري هذه البضاعة المواطن المجبر على شراءها بدأ من الطحين والتمن والمواد الغذائية كلها الخضروات والخضروات والمواد التي يحتاجها في بيتها المواد الكهربائية والأدوية والطيب كل شيء سيضطر إلى وسيرتفع سعر كل الخدمات وأقصد بالخدمات كل خدمات الطبية والتعليمية كل شيء سيرتفع ليس لأنه أكوناس مستغلين هذا موجود في مجتمع بفوضى لا لأن الدولار يرتفع وعملتك تنخفض وبالتالي لكي يعوض الخسارة هؤلاء أصحاب هذه الخدمات من يقدمون هذه الخدمات يجب أن يدفع الأسعار وعلى المواطن أن يدفع فأنت تشتري اليوم الطماطة المستوردة لنفرض بألف دينار الكيلو ستشتريها بألف وخمسمية أو ألفين دينار لأن سعرها ارتفع الدولار ارتفع وانخفض الدينار فأنت ترتفع وأنت مواردك محدودة هي هي أما في الدول التي تصنع وتزرع ومن موادها الأولية تستطيع أن تسيطر والدولة قادرة وعلى لديها سياسة اقتصادية وتفرض وجودها الآن يعني عندما يرتفع سعر الدولار من ألف ومائتين دينار لكل دولار إلى ألف وخمسمية وأكثر من ألف وخمسمية وألف وستمائة دينار الكارثة كبيرة المواطن هو من يتحملها وهذه شركات ومضاربات تلعب بيها شركات وبنوك تابعة لميليشيات هي الحاكمة وهي من تتحكم وهي من تستورد وهي من تأتي بالبضائح وهي من توزع كل شيء بدءا من الأدوية والمخدرات والزراعة والمواد الغذائية والخضروات والمواد التموينية وكل شيء والكهربائية وبالتالي أنت عليك أن يعني المواطن عليها أن يدفع وهذا سيزيد عليه سعر إيجار البيوت إيجار الخدمات النقل البنزي كل شيء سيرتفع عليه ذلك المواطن في حيرة في بلبلة في خوف لأن الغد يحمل له لأنه أشياء مخيفة بالنسبة إليه أو لا يستطيع البعض من الجهلة يعني يخترحون حلول لا يمكن قبولها يعني بدل ما تعطيهم كل المبلغ الرواتب بالدينار أعطوهم بالدولار أعطوهم نصف بالدولار وإذا أعطيتهم نصف بالدولار ما أنت راح تحسب المبلغ كله راتبك خمسمائة ألف دينار أعطيك مئتين دولار أقطعها من خمسمائة ألف 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 أعطيك مئتين دولار بالسعر الدولار أقطعها وإنطيك إياها وماذا هو الفائدة؟ ما أنت في نفس الوقت راح تروح الصرفة لا يفرق عندك شيء لكن البضاعة ستزيد في الشارع أنت تريد تشتري به وتريد تجيب أهدوم وتريد تجيب أكل وتريد خضروات وتريد نقل وتريد بنزيل للسيارة وتريد كهرباء وتريد كل هذه ستدفع عليها في مبالغ وهذه مرتبطة بالدولار ذلك أنا قلت كثير من الدول دخلت في هذه الأكل استطاعت أن تقف على رجليها وتقلل خسائرها أما أنت بنك بنك مركزي يبيع يومية بسوق العملات يعني مزال العملات يومية بعمائتين وثلاثمائة مليون وتشتري هاي الشركات والبنوك التابعة للميليشيات والصدر اللي بره على أساس أنه ستجيب لك رضاعة هذه كارثة كبيرة وبالتالي انت عملتك الآن يعني الحلول اللي قرأناها أنه مكاتب الصيرفة سيراقبوها وسعر محدد في بلد هو واحد من أكثر عشر بلدان في العالم فساداً هذه كل الإجراءات لا تساوي شيئاً لن تستطيع أن تضبط شيئاً لو وقفت يعني مفرزة كاملة في كل صيرفة المفرزة أيضاً ستتواطى مع صاحب الصيرفة وبالتالي الأسعار ستزيد والكل يقول لك ما أدري مني لأنه بلد كلها فساد وكل قوانين غير موجودة وبالتالي تستطيع أن تضبط كل شيء والبنك مهما أنفقه وأغدقه في الشارع من مبالغ الدولار مهما يعني دفع بالشارع لن يستطيع أن يوقف هذه العملية ينخفض ويرجع يرتفع وبالتالي من يدفع الثمن هو المواطن القضية لا تتعلق يعني الحل لا يتعلق بهذا الشيء الحقيقة الحل يتعلق بسياسة عامة سياسة وطنية عامة تخلق تنمية تخلق صناعة تقضي على البطالة تنتج صنعة في العراق تنتج مواد صناعية ومواد استهلاكية ومواد خدمية للمواطن من مواد أولية عراقية وتزرع وتنتج والأسواق محاصيل الزراعية كلها عراقية وبالتالي تستطيع أن تقلل الخسار وتستطيع بصناعتك واعتمادك على نفسك أن تفاوض الآخرين وتجبرهم على احترامك واعترام سوقك وبالتالي يتنازلون أمامك لصالح عملتك هذا هو الواقع الحال أن تحمل عملة مالتك وتضع ضوابط وتضع ضوابط لحماية صناعتك والحماية الزراعتك والحماية إنتاجك وتقلل من إهدار ثرواتك وتشغل ناسك وتقلل من البطالة والفقر هذا هو الحل أما الحل عندما يرتفع الدولار هذه مثل الحل مال النفط تزيد الموازنة لأن أسعار النفط الدولية تزداد بالعالم تزداد وأنت ليس لديك يد في زيادتها ونقصانها عندما يصل إلى 20 دولار ستنتهي ينتهي الوضع وشهدنا هذه المواضيع لا يستطيع أن يصرفوا والرواتم يستطيعون يوفروها وبدأوا يقترضون من الخارج والداخل لكن عندما يزيد وصير 120 ماعرفوا قد البرميل وصير وفرة ويتحدثون عن البنق المركزي وعدنا ما أدري كم مليار بالبنق المركزي وعدنا ذهب ما فائدة كل هذا إذا كانت مرتبطة بسلعة أنت غير متحكم بسعرها وغير قادر أن تتحكم بسعرها وممكن أن تنخفض وترتفع في أي لحظة وممكن أن تؤدي لها خسارات كبيرة هذا واقع الحال الحقيقي هذه قضية الدولار أما يتحدث الآخرين قضية أخرى يتحدث لك الدولة تضبط كذبة كبيرة الموضوع يتعلق بسياسات عامة بسياسة وطنية بإنتاج بتنمية بتشغيل العاطلين بإنتاج صناعي وإنتاج زراعي وإنتاج تجاري هذا كله يؤدي إلى ضبط ثرواتك وقدرتك على التحكم بسعر صرف دولارك صرف دينارك هذا الواقع الحال أما غير هذا فهو كذب والدعاء ومحاولات للترقيع وليس للحلول وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير ولترككم في حلقة الأخرى لذلك الحين استغلوكم الله و السلام عليكم